اشتركوا في القناة رئيس مجلس القيادة الرئاسية استقبل السفير الاماراتي وزير الخارجية يلتقي وزير الدولة للتعاون الاقتصادي الالمانية لقاء برئاسة محافظي حضرمو تناقش آلية تنفيذ منحة البرنامج السعودي في قطاع المياه كانت هذه أبرز العناوين وإليكم التفاصيل أهلا بكم استقبل رئيس مجلس القيادة رئاسي رشاد العليمي سفير دولة الامارات العربية المتحدة لدى اليمن محمد الزعابي وتطرق لقاء العلاقات بين البلدين وشعبين أشقيقين والآفاق الواعدة لتعزيزها في مختلف المجالات وأشهد الرئيس العليمي بالتعاون والتنسيق الثنائي المتميز وبدور دولة الامارات العربية المتحدة ضمن تحالف دعم الشرعية وتدخلاتها الإنمائية والإنسانية للتخفيف من معاناة الشعب اليمني وتحقيق تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة والاستقرار والتنمية والسلامة كما تطرق لقاء لمسيدات الوضع اليمني بما في ذلك وساطة الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان لتجديد الهدنة وإطلاق عملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين أحمد بن مبارك مع وزير الدولة الألماني للتعاون الاقتصادي والتنمية نيلس أننن وخلال اللقاء الذي عقد على هامشي اجتماع قادة ميونخ المنعقد في العاصمة الكينية نيروبي استعرض الوزيران التعاون بين البلدين في المجال الإنساني والتنموي ومجمل التطورات في اليمن والمنطقة استعرض لقاء بالمكلة برئاسة محافظي حضر موت مبخوت بن ماضي آلية تفعيل وتنفيذ منحة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في قطاع المياه وتشمل المنحة التي تنفذها مؤسسة صلة للتنمية تحسين مصادر المياه بالمحافظة عبر حفر وتأهيل آبار المياه ومدها بمنظومة الطاقة الشمسية وأشهد المحافظ بتدخلات البرنامج السعودي في القطاعات المختلفة في سياق اهتمام مملكة العربية السعودية وتدخلاتها في مختلف الجوانب التنموية والإنسانية اطلع محافظ حضر موت مبخوت بن ماضي بالمكلة على أوضاع مدرية حجر والاحتياجات الضرورية للمواطنين فيها واستمع المحافظ خلال لقائه المدير العام للمدرية عمر بادبيان إلى الوضع العام لمدرية حجر واحتياجاتها في الخدمات الأساسية في قطاعات الكهرباء والمياه والطرقات والصحة وناقش المحافظ وتحضيرات لوضع حجر الأساس للتدخلات الهولندية عبر منظمة الفاو لتنمية قطاع الزراعة في مدرية حجر إلى جانب التدخلات الممولة من جمهورية ألمانيا في قطاعات الصحة والزراعة والتربية والمياه والسدود التحويلية وأكد محافظ حضر موت اهتمام السلطة المحلية بمدرية حجر والتدخل في المشاريع ذات الأولوية عبر السلطة المحلية والتنسيق مع المنظمات الدولية المانحة تفقد وكيل محافظة حضر موت لشؤون مدريات الوادي والصحراء عامر العامري سير العمل في عدد من مشاريع بمدرية سيئون واطلع وكيل المحافظة على سير العمل في مشروع عادة تأهيل شوارع مدينة سيئون التي بدأ العمل فيها من مدخل المدينة على امتداد شارع المطار ضمن مشروع الأشغال العامة كما طلع الوكيل العامري على سير العمل في مشروع سفلتة ورصف ساحات هيئة مستشفى سيئون العام الموّل من السلطة المحلية ضمن مشاريعها لتطوير القطاع الصحي وشدد وكيل المحافظة خلال الزيارة على ضرورة رفع وطيرة الإنجاز في العمل وفق الخطط الفنية المعتمدة وفي النطاق الزمني المحدد لإكمال المشروع مؤكدا حرص السلطة المحلية على تأهيل وتطوير البنية التحتية بمدرية سيئون ومدرية الوادي والصحراء كافة في جميع القطاعات الخدمية الأساسية ترأس وكيل محافظة حضر موت لشؤون الفنية المهندس أمين بارزيق اجتماعا استثنائيا لمناقشة عدد من المواضيع المختصة بجوانب التحسين وإزالة التشوهات بمدينة المكلة وناقش الاجتماع عددا من المواضيع المختصة بتحسين مدينة المكلة منها رصف المنطقة المحيطة بجامع ورسما في الشرج وإنشاء مواقف عامة في الجهة الشرقية من الجامع مقابل خور المكلة إضافة إلى إنشاء مواقف سيارات بموقع حديقة الشهداء بالديس من جانب آخر استعرض الاجتماع سيانة وتأهيل خور المكلة وتحسين المدخل الغربي لمدينة المكلة وسوق المركزي بمنطقة فوة وتأهيل وتشجير شارع الريان وجولة شبام وعدد من المواضيع الأخرى التي تصب في نفس الجوانب والاختصاص أحالت لجنة المناقصات بوادي حضر موت والصحراء العروض المقدمة لتنفيذ مشروع بناء قسم الاستقبال بالمركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية بالوادي والصحراء إلى اللجنة الفنية لتحليلها وكان الاجتماع الذي رأسه وكيل المحافظة المساعد عبدالهادي التميمي قد استعرض وثائق 18 عرضا من إجمال 23 عرضا تقدمت للمشروع عقدت دائرة التعليم العام بمؤسسة حضر موت تنمية بشرية ورشة عمل لمناقشة نتائج خريجية ثانويات نموذجية للعامين أدراسيين 2021-2022 2022 إلى 2023 بتوجيهات كريمة من رئيس وعضاء مجلس أمناء المؤسسة ممثلة بالمهندس عبدالله أحمد بوكشان وفي الورشة أكد المدير العام تنفيذي لمؤسسة حضر موت تنمية بشرية المهندس طارق بالخشر اهتمام المؤسسة بالعملية التعليمية ومخرجاتها حاثا الجميع بموآمة التعليم مع التقدم والنمو العالمي عبر تعزيز مخرجات الثانويات لما يتناسب مع المتطلبات الحديثة وتأتي الورشة لمناقشة نتائج خريجية ثانويات نموذجية للعامين أدراسيين من أجل تحسين مخرجات الثانويات النموذجية والحفاظ على مستوى العملية التعليمية والتربوية في النموذجيات وناقشت للورشة آليات الوقوف أمام التحديات التي تواجه العملية التعليمية في الثانويات النموذجية بمشاركة مدرية ثانويات النموذجية وعدد من الطلاب والمعلمين والمعلمات في الثانويات النموذجية بساحل ووادي حضر موت وخرجت الورشة بحزمة من القرارات والتوصيات الهادفة إلى تحسين مخرجات الثانويات النموذجية ودفع بالعملية التعليمية في الثانويات النموذجية إلى مراحل متقدمة تأتي هذه الورشة بتوجيهة كريمة من رئيس وعظام مجلس أمانا مؤسسة حوارم التنمية بشرية متمثلة بالمهندس عبدالله أحمد بوكشان ومتابعة حثيثة من الإدارة التنفيذية للمؤسسة ممثلة بالمهندس طارق علي بالخشر وذلك لمناقشة نتائج الثانويات النموذجية للعامين الدراسيين 2021-2022 والعام 2022-2023 والحرص على مخرجات هذه الثانويات النموذجية والحفاظ على مستوى العملية التعليمية والتربوية في الثانويات النموذجية في هذا اليوم حضرنا ورشة العمل الخاصة بتقييم النتائج للأعوام الدراسية العام الدراسي 2021-2022-2023 وطبعا هذه وقفة تقييمية للثانويات النموذجية مقارنة نتائجنا بالنتائج للمحافظات المحررة وأيضا كذلك بالنتائج الثانويات في محافظة الحضرموت وما حققتها الثانويات النموذجية دائرة التعليم بمؤسسة حضرموت مشكورة دعت إلى هذه الورشة التقييمية التي من خلالها نراجع أنفسنا نرى أين نقاط الضعف وأين نقاط القوة لكي نعززها ونقاط الضعف أيضا لكي نتجاوزها نظم مركز الدراسات البيئية والموارد المائية بجامعة حضرموت فعالية الاحتفال باليوم العالمي للأغذي الذي يصادف السادس عشر من أكتوبر من كل عام وأشار وكيل محافظة حضرموت المساعد فهم باظاوي لأن حضرموت بمساحتها الجغرافية تمتلك مقومات كبيرة في المجال الزراعي وهي بحاجة لتدخلات لدعم برنامج التكنولوجيا للري الحديث لتشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي من جانبه أشار رئيس جامعة حضرموت الدكتور محمد خنبش لأن الفعالية ستسهم في زيادة وعي الرأي العام بمشكلة الجوع في العالم واكتشاف المخاطر التي تنتقل عن طريق الغذاء وأكدا بأن هذا الاحتفال يهدف إلى تصليط الضوء على معاناة مليارين واربعمائة مليون شخص في بلدان العالم التي تعاني من الإجهاد المائي وتخللت الفعالية محاضرة علمية توعوية بعنوان أنظمة الري الحديثة والإدارة الفاعلة للموارد المائية والممارسات الزراعية الجيدة اطلع مستشار وزير الصحة وسكان مبارك التوصلي والمدير العام لمكتب الصحة وسكان بمحافظة شبوى دكتور علي الذيب على وضع العيادة الطبية في صلاحية السجن عتق المركزي وأبرز متطلباتها العملية وأكد التوصلي والذيب الاهتمام بوضع العيادة والعمل السريع على توفير المتطلبات العملية اللازمة لها وبما يمكنها من تقديم أفضل الخدمات الطبية لنزلاء إصلاحية والعملين فيها تأهل تركيا إلى كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2024 للمرة السادسة في تاريخها بعد فوزها الكبير على لاتفيا بأربعة أهداف نظيفة ضمن الجولة الثامنة التي شهدت تأهل إسبانيا عقب فوزها بهدف نظيف على مضيفتها النرويج ورفع منتخب تركيا رصيده إلى 16 نقطة في صدارة المجموعة الرابعة وتبقى له مباراة واحدة في تصفيات في حين تجمد رصيد لاتفيا عند نقطتين في المركز الخامس وحسمت أسبانيا بطاقتها إلى نهايات يورو 2024 بصحبة سكونت لندا وذلك بفوزها على مضيفتها النرويج بهدف نظيف في المجموعة الأولى هذا ختام نشر إليكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنبار رئيس مجلس القيادة الرئاسية استقبل السفير الإماراتية وزير الخارجية يلتقي وزير الدولة للتعاون الاقتصادي الألماني لقاء برئاسة محافظ حضر موت نانقش آلية تنفيذ منحة البرنامج السعودي في قطاع المياه المشاهدين الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا لهذا اليوم ولمزيد من الأخبار والتفاصيل تابعوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعيات حضر موت في دمتم في أمان اشتركوا في القناة